مبارح الأهلي والزمالك مباراة بينتظرها كل اللاعبين بينتظرها كل الجماهير سواء أهلي أو زمالك حضرتك لعبتك بكده مباريات كتيرة وأحرصت هدف أو هدفين هدف وعملت اثنين أسيست في مباريات الزمالك أنا وجدت نظر هنا كنت بشوف أن هذه المباراة كان من الإمكان أفضل من المكان بمعنى أن أنا على الأقل الشوت الأول مع أننا شايف أن الشوت الثاني إكول يعني الزمالك مش أعلم من الأهلي الدنيا رائحة جاية يعني الدنيا بسيط 50-50 يعني هو اللي حصل أن الزمالك راح بكرتين أو ثلاثة جاب منهم اثنين من أهلي راح بثلاثة جاب منهم واحدة ده حقيقي فأنا بشوف عايز أسمع رأيك في هذا الأمر أنا شايف أن الكابتن سامي يعني لعب بأفضل تشكيل كان ممكن شوت الأولاني بشكل كويس جدا ويمكن قدينا وكان إحنا بعد ما جبنا الجون بعملنا استحواس كتير جدا كان ممكن نبقى أكتف أكتر على المرمى كان ممكن نحرز أهداف بشكل مبالغ لهم خلاص بدأوا يتأثروا بشكل كبير هنو كانوا عاملين بشكل ادفاعي بيتعاملوا قوي الشوت الأولاني ممكن مستر فريرا الشوت الأولاني عمل بلوك ادفاعي من تلت ملعبه عمل تنظيم دفاعي لأنه كان عامل حساب النادي الأهلي بشكل كويس جدا بدأنا إحنا كنادي أهلي نخترق بكورات طولية من خلف الباك رايت والباك ليفت وقدرنا أكتر من مرة نوصل في الحتة دي وبالتالي الهدف حتى اللي جابه شريف كان غلطة من عبدالغني نتيجت برضو أن احنا هم بيلعبوا دفاع متقدم من تلت الملعب مقسمين الملعب بثلاث فقدرنا أن احنا نختارق الجزء الخلفي عندهم ونحرز الهدف الأول وكان عندنا يمكن لو شفت التحضير حمدي كمان بينزل تالت تحضير ونعمل اللونج بول لأنه هو عامل الدفاع متقدم من فوق باستبدون ضغط بالضبط كده زي اللي عملها حمدي تقدر تختارك من جناح رايت أو الجناح ليفت أنت بتفل معهم أو ليه؟ لا وأنا قريت الجيم كده بالضبط وممكن قديك شفت هم كانوا عمليين تقريباً 45 ديئة الأولى وان سايد جيم أنت قدرت تجيب جون كان ممكن بقى جيب جون والتاني والتالت في الوقت ده لأنه خلاص كان بدأ يشك في نفسه بدأ قدراته تقل أنت كان عندك الحلول أكتر والشخصية أكتر بتاعتك الشوط الثاني أنا شايف أن التغييرات ممكن بس كانت بدر شوية بتاعت بيرستاو بنزول حسين ممكن يستمر أو كان طاهر برضو محمد طاهر كان أكتف أكتر وفي باور الفترة الأخيرة دي كان مميز قوي في الفترات الأخيرة تمام؟ كان هيبقى أكتف أكتر ودليل أنه إحنا بعد الجون التاني بدأنا نتحرك نتخيل أنت دخل فينا الجون الأول بعد كده الجون التاني بعد كده اللعبة بدأت تصح طبعاً خروج حمدي فتحي كان مؤثر نزول محمود متولي محمود برضو لسه بعيد بقاله سنتين تقريباً بعيد عن مشاركات طبعاً إنما واحدة واحدة يرجع ومحمود مستوى عالي جداً أصلاً برضو متولي وخروج حمدي حمدي كان ارتكازه أكتر في المنطقة دي الصولية لحد الدفاعية كانت عند حمدي أكتر طبعاً سوبر سيرتباك أكتر أهلاً اشتركوا في القناة